مكانك يا خرطوشة هو أحارب يا خرطوشة اللي أعلم ميني أعطينا مين يا خرطوشة؟ أنا أبنتي إيه علي يا خرطوشة؟ أعطيت لبنتك؟ أنا حياة لك يا سمار لا أعطي بنتينا بنتينا ما تلبسش نفسك جنافة أقول لي عنتك يا خرطوشة أنا خلاص مفيش حاجة أخاف عليها يا حضرة الثابت أنا بتحمس يا بربيل المسير اللي أعلم بني وستخانه هيفرف وشه وقال لها في القلب قلت لقوف مكانك خلاص هيدي وارقي ارمي السلي أعلم بنا كافل الصابت مولك يا ارمي مامني ملامني 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 ليحتم missing هدو هنا هنا اوفص يا كنة يا ده بالله واعقل واربي السلاح لو اطرقت خطبة هقتله وتقتله انت ليه؟ معنك البيعة دي الظابط اللي تتاخد منه طبانجته ما يلزمناش تاني هتجغل من الظابط يا خرطوشة انا بقى هتعرفها باشا هتعرفيا انا بتاكل سلاحة باشا انت بتاكل ايه؟ بتاكل سلاحة باشا بتاكل سلاحة باشا انا باشا هتاكل السلاحة باشا انا باشا انا باشا بتاكل فيه؟ في السلاحة وصعده وفي المغزل يا باشا في المغزل يا باشا احارب انت جاي تغني بعد مفرح خلص خد السمون يلا 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 يا عم انت صدقت نارسك ولا ايه؟ ايه نفس ابنك هتجدك علت يا عم اولا حاجة انت هتجد في دماغك ولا زملك شهيد احني اخيان انت شعيد معتز اقوم يا عم انتك ده الحرز يلا عشان النيابة تشوفش كلها باا خلاص بساك طلط لباشا طلط لفندي المغزل جوهك يا فندي المغزل جوه فندي المغزل جوه فندي المغزل جوه فندي المغزل مغزل شام العاب نصر لدي هاجا ركامه معك البوكس لو تهيلي عليك الحامد كولني يا عد صغر عين جبان داخلين مأمورية وانت مزنق مع الجدعة جوا وده بيقدم رجل واخر رجل انا ايه جاله تليفون تليفون مع داخلين مأمورية عائل سيس يا اه طبعا عائل سيس لما بصابت محترم داخل مأمورية ويجيلي تليفوني بعائل يا دي تكسبة بصي دوك مأم سبعة الفل يا ستكول سبعة الخير يا حسام ايه يا ابن انت فيه كلمتك كذا مرة ومتردش عليها ليه والله كان عند شوات شئ ونسا مخلصوا اه طب ما تتأخرش عليها بقى يا حبيبتي ما سافت السكة بس انت بصير العروسة بستك العافية يا حبيبي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله على السلام 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 صباح الخير يا ابوي صباح الخير يا ولدي صباح الخير يا جامر صباح الخير يا عريس جم يا عاد جم قلواهم اجملنا الجاوة امرك يا سيدي النهر الله افتخ يطريات لك هي سابع ولا طبع ميت سبع يا ابوي ايه رأيك في نجاوة ابوك ما فيش احسام نجده يا ابوني خير ما اخترت يلا مش يدي حيلك والجدعن عايزين اكتمللنا البيت عيال عشان نبقوا عزوة يا حبيب جبو الكبير ويحتاج عزوة ثانية المهم نتكلموا في الشغل حاضر يا كبير عاوزك تشديني مكتوب للخواجه البيع على الافتوب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة أمرك يا كبير يا مسهل يا رب هيسهل تخافش هيسهل بس انت اشوف شغلك الناب صافر اتفق على عملية جديدة واحنا هنا يجاعدين زي الولاية وياربنا على خادنا نافس يشوفوهم يوم يابا نافس يشوف يوم يوم بدل ما تقعد وتوهر وتوكتوب دي روح اشتغلوا زي أولاد عمكم عشان تبقوا رجالة مالو خالجاتكم نشتغلوا كيف هم واكرين السوق كله وبيرمولنا الفتافيت يعني يا بوه هيحنا نعرف واندخلوا حتى للسلاح واحدة في البلد داي من غير دين عم للام هاا نادخنا بالنوم ان مصر على may واتوانى بالأبيسي ما لانكم حافية ونلكمشو misma خبريا الرئي يابوي ماكسين هم لاعني ايو ماكسين مخ ومعارفين اشتفكهو صحة جواه الصحة يا بوه خليهم اشتغلوا ليفعل الفلوس عشان نصيب منصور وقد نجيب أخذكم هم ليهم غيرو وفريد جابر خلف هو تاني من أي مرة من حريمه عني أملوه بكتا أو دياء خلف من عقبة بنت التراشن ولو برضيك هيجنف فلوسهم نصيب منصور الزغير ودنجيب أختكم وده يجيين بحر فلوسهم أهنا وقت اسني دي زير بدأ ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر شفت يا محروس؟ إزاي بندخلوا البضاعة؟ اه شفت؟ ووعدك يا دياء باني هتعلم إن شاء الله أخوي يا جابر لك يا سيجاب لك محروس كيفك؟ الحمد لله شبعاد يا دياءب؟ تاجي وتستر من البضاعة بذات نفسك لتفرج محروس على الشغل وبيقي واحد من نينة فلكنت؟ دياءب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل لا يعرف يستلم ولا يخزن كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروح يأكل حمام وينام جابر دياء ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع ولسيت إياك لا يحب المسيطة لديك 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 ليس بس كتيرا أكبر! سابت! أكبر! ترجمة نانسي قنقر 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 أصبر! محاولش هومك عشان يملك عينك الفارغة طب إن شاء الله ورك فارغة حتى أصبر به نفسي يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصره عياله ماني لازم أنا أعمل كده يا باشا عشان يصدقوا إنني معاه طب أخوا استنى يا ساتر عبداني أهوة بيوا كده يا باشا خذ الخمسناية دي حلّب يا بؤ وهو البؤ ديه برضو يا باشا يتحلّب خمسناية دي أقل ترطايا النهاردة بأكتر من مية جنيه ترطايا؟ بلاش ترطايا؟ خليها عسل إيايا هيقافت ليك ولصحتك بدل ما تدخن حكّم أنت لما بتدخن مخك بيدخن سلام سلام يا باشي ماشي حكمت المحكمة حضوريا وبيجمع الآراء بأحالة أوراق المتهم بياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي وحدّذت جلسة 12 ستة للنطق بالحف رفعت الجلسة محنا ما أنا أنت أودّي الحلالي؟ موسيقى 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 هظلني بقى مفيش أحلى من كده أربعة يام في البحر لا قوتيل ولا وجع دمان الوقت أحمد صاحبي دوات جدا عاوة مفكرش مرتين أم أقولت له عايز المركب إيه رايك بقى في المفاجأة دي؟ على فكرة أنا كمان عندي مفاجأة عشانا مفاجأة؟ ممكن تيجيت أقعد جمدي؟ أقعد جمدي؟ أقعدين جيت يا ستة أسمع؟ أسمع هنا؟ مش سامح حاجة؟ انت سامعك وفاهمك توال قوي يا عسانة أسمعتين؟ يا بنتي مش سامح حاجة؟ تستهبت؟ حلف والله رحت للدكتورة وقالتلي يعني سالمة الصغيرة جاية؟ وحلعب بيها؟ حيبع عندي يا ستة الحمد لله يا مانت كريم يا رب الحمد لله يا رب حب أعب؟ حب أعب يا باح؟ لا 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 انت تيجي هنا تعريق كده أعودي هنا متحركيش وما تلعبش في أي حاجة يا ستة مركيش دي عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ يا مانت كريم يا رب هو عيد العبي بأي حاجة يا مسالمة الله أكبار يا مانت كريم يا رب يا مانت كريم يا رب عرشاني دي هادي من الحاجة يا كبنادي هبتلي منين بقى؟ عايش فكهة وفي حلوة الحمدية كمان دي بقى عرشاني دي هادي من الحاجة يا كبنادي من تسمع برد الحمرة أو الصفرة أو الخضرة يا رب الله هتبقى أقضى يا حسام دمي هتفرح قوي طيب يا حبيبتي بيطمينين عليك مع ألف سلام ماما باركيلي سيادة اللوة حماية نقللي مع حسام أخيها الإدارة ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك ده حسام هيفرح قوي بالقبر ده وده أنا هكلمه حال أنا بشره يا رب يكرمكم يا رب وميحرمكمش من بعض أبدا آه عشان بتاسم ده بتاسهم صح ده meilleده أكيد بيعمل حاجة التفاح أكيد بيعمل حاجة يا محمد من ده وقتك علو يا محمد خير إن شاء الله ماتحذر فذر كده أنا عاوزك في آيه يا زينيو ده وقت بقولي أنت في آيه سيادت اللوة هاني نقلني معك الإدارة بتتكلمه قبل؟ والله زيا ما بقولك كده ألف مبروك يا حضارة الزابة بسم الله ما شاء الله ده انت جيت تحت درسي سبعة الصبح تبقى على مكتبك حدورك مكتب كل ساعة وانا تحت امر تدوير مكتب ساعتك انا منعارف لك تحت امر بس منعنك تحت امر انت مش عاوز اي حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة بوس لك دين امك بس يقول لها تتألمي خد بالك منه لغاية بارجع يقعد ايه يا عم انت مالك مستعد كده ليه بقولك ان قلت معاك بتقفل معايا ليه لما جيلك لما سلام سلام علشان انت اجادي انا حاجة لكن مالي علشان انت اجادي هناخد دي بدلها الكوي الكوي اكيد برضو ليه لازمها يضا لا 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 نفس بقت انت سالما انا جاهلك منطرف واحد حبيبة لا 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 تسالمك هديتك يا عاريخ سيئاً مان! سيئاً مان! سيئاً! سيئاً! لا تخل. سيئاً! سيئاً! عادي! من المحاكمة لا توجد المواحل! لديك يكون شخصتي! لديك أفراد أن يكون قلتك! هناك أفراداً مهنم تغتحمسين من يخته المخصص السالمة وعطادون عليهم الضرع! سيئاً! أمت عدد؟ سيئاً! لقد عدد حسن حسن! لقد عدد حسن في العناية المركزة في المستشفى في غرفة. سيئاً! سلمة عيش انت شدة هيلك يا محمد الحمدلله على السلامة عفسام نورت بيتك ايه عفسام بقولك نورت بيتك تواحد الله كده لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنعرف ان الصدمة كانت شديدة بس ده قادر ربنا ولازم نقباله نعمة بالله نعمة بالله طيب بقولك ايه ما ديه طوال معنا في البيتريوم اندول على قلة الوسطن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنا عبت هنا محمد مع سلمة استاذة بالله بس حسين سلمة هتعب مع سلمة إزاي بس هم انت إش مسدق tijdاني عبت مع سلمة طيب بإله ابت مع سلمة تفكرني مجنون صح؟ أخوك مجننش قمت مع سلمة وإنت روحة سامع صوتها تندقل لجوة روح أنت عشان هتخل لها سلم أخوك أيها محمد أعنيك على أخوك مش عايز يتهور ويبوز العملية أنا وفقت أطلعه عشان ظروفه بس ما تلاقش يا فن حسن مها ما حصل برضو زابط عنده خبرة وعرف حدوده كويس ماشي سامع بالطم إحنا كلنا جنب ماشي ماشي حسنًا المصلاحة Изحققققلا الخبرة عند مسلاحة آلى تخصű أندل عند آمن الدم فرحتك يا عدل هلاني اقبض علي انا طالع طالع وانت ما عتشوفش مرتك عسيم لا عسيم عسيم مات سمحنا معتز سمحنا صاحب والله العظيم ما كان قصدي انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي انا كنت في دنيا تانية معتز ما كانش في دماغ يرسال معطرة انا معتز استرها يا رب استرها يا رب عشان خاطر انجنتوا براتوا ماتز مات يا عسيم حبيبي اللي حصلتك اللي حصله بحسيم الحمد الله ماله ما في كده ماله ما في كده استاهدي بالله بس انت كنت فين يا عسيم انا كنت موجود الله احنا حصلت عامل اسنان المأمورية الله يحرق المأموريات بتاعتك على سؤالينا بتاعتك وحاسبي الله هو نعم الوكيل في اللي عمل في كده اهدي بس سنتان ايماني ان شاء الله خير طبعا الدكتور قالك ايه حاسأل الدكتور حاسأل الدكتور عن الحلم طبعا اسأل الدكتور يا عسيمة حسيمة ليه ما انت أسكت بسم الله هو نعمل وكيف اللي عمل في كده حسيمة كانش المفروض تعمل كده البلد فيها قانون خوف تم محامين بيتوا وطبخواها ويطلاهم انها بتعرفهم اعملوها يحسن لكل واحد عمل زيك كده احنا بعيشين في غابة باص بعلنها محمد ما قدرتش أمسك نفسي عموماً أنا والمجموع اللي كانت في العملية شهدنا أن المنصور كان عاوز يقتلك وأن أنت قتلت ودفعنا عنه نفسي كنا معتززت زحلق في العملية هو بقى ماذا عملتك؟ برز من عنا ما قدرتش أورطه بقى لله فن حياتك البايد نقيب محمد الهلال يا أخونا بقى في حياتك البايد حياتك البايد تفضل أطررها بقى المعزي مدام إيمان إيمان منهارة من ساعة اللي حصد قفل عليها قضيتها ومش بتطلع خاص غادي تحو أنا مهدية ومفيش فايدة كل ما أدخل عليها أليهاك بس كسرت وفتكلم ربنا يصبرك إيمان ربنا يصبرنا كلنا هي دي بنت معتززة مش كده أيوة تشتمت فتري أنا آسف والله العظيم آسف مع أني عارف يا بنتي أنا آسف مش هيفيدك متأكد أنك لما تكبري وتعرفي أن أنا كنت السبب في حرمانك من أبوكي كيها تلعنيني ألف مرة وش بايت تفكرت يا تليني وأحب عندك حد أن يستهل أكتر من كده يباوكي زينو سينو أنا بو يلا بنا يلا يلا مرشي أنا آسف أني وقريد تنقلي تعزين المدى بإيمان ما شو يبقى في حياتك مرة تانية؟ شكرا يا ربا ما هي يا أقوان؟ أنا حقولي جنابك على كل حاجة يا بيه تقول حسان بيه كان موانس مع الكبير يا سعد تلبي ويطلع مين حسان بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسان بيه الهلالي الظابط اللي جتل الكبير والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه تقولي اسمعها إزاي يا بيه؟ ما هو كان فيه شغل بناتهم يا سعد تلبيه وحسان بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عملية بيعملها للكبير على داير المليمة يا سعد تلبيه كم؟ وبعدين يا سعد تلبيه في يوم حسان بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيدهاله يا سعد تلبيه راح الكبير رفض حسان بيه خلي بيه يا سعد تلبيه وكبس عن رجاله هم بيستلموا البضاعة كل ديه عشان يلوي دراع الكبير وراح يا سعد تلبيه قتله جابر ولده الكبير وسجل له دياب ولده الصغير راح الكبير مكتبش خبر وراح جاتل مراد حسان بيه الهلالي حسان بيه المار جادت في جلبه راح جاتل الكبير عشان ينتجم منيه يا سعد تلبيه وهي دليلك عالكلام اللي بتقوله دا هو المؤذس يا باشي الحجاد عليها دا ليه طب دا حسان بيه بعد كل عملية ما كانش بيبج من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليه مواحد كان من مبعدين حقول لك يا باشي الكبير الله يرحمه كان راجل حجان ويخاف ربنا دا حتى في اخر ايامه بقت له حسان بيه في شجته واليه بتاعة مساكن الزباط دي سندوق مليان فلوس يعني لو حضرتك كده دورته وده عبزت ممكن تلاقيه عندك اقول تانية؟ انا قلت اللي خلص زمي تجدامك يا باشي انا قت sciب بيه من نانيان انا قبرا انا قرب교 انا قرب gera شی كتوち انا قربل انا قربط انا قربط اشتركوا في القناة 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 يا حسام اشتركوا في القناة 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 يتربى بحيثك بقارك في كو من جان يبقىbilك نفسي اشوفه نفسي اضبه قال مش عارفو اقولك ايه يا طلع مش عارفو اقولك класс انت من النهر ده دراعة الم organizers اني معملتش حاجة ده اني معملتش غير الواجئ وبعدين اني لحمت دافي من خيرك بس قوة يعني حكمت حصلها حاجة لا يا الست احكمت بخير والحمد لله بس فيه مغزم من المخازن يتسرق شو ليه؟ أنا روحت أنا والست حكمة أم منصور عشان نقرد المخازن زي ما انت قلت لأينا مغزم فيهم مسروق ساعتها هي تعبت وأنا خدتيها على المستشفى عملوها يا العلام عملوها معقولي؟ ممكن يكونوا همي؟ محدش غيرهم يستجري يا ملك ده كان خبرهم زي؟ دول يبقوا حفر وقبروهم بيده طاهر تاخد وحدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية وتنقلوها للمغزن الاحتياطي المغزن الاحتياطي؟ إيوة بس يعني أنا معرفش حاجة عن المغزن الاحتياطي دي وحدان خبره زي المغزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة شمي خبر بيبقات ماذا وحدان ا 라는 تاخد Mehr تتكي cuando تحب 16 الاحye على هنف Kurzwech بتحب 16 واحدة علي انفوها تواحد تنصب الحب quality لا مش قوي يعني با في النوم الي كنت ايه بنصب عليهم وباحبهم في نفس الوقت فاكس وسخ عملتلك ايه انا؟ عملتلك ايه؟ هتتنقرق من هاري ليك ايه؟ انا لو عايز اتباحك دلوقتي هتباحك بس انا مش واسح زنك ايه ده؟ ايه ده فيه ايه؟ انتو لتين حبس انفراضي عشان تبطلوا تخنوا مع بعض يلا خدوا يلا يا باشا هو اللي خلاص مش عايز ولا كلمة جيبت الحاجة اللي قلتلك عليها؟ ايه هيا كبير بس دانيا اريد اسأل احنا هنقضر بهني كثير شكلها كده لما شوف اخرتها مع عمي وايال ايه ده؟ وما لسه عاوزين اللي أربعين في المية عمول يباردك ومجد جمناش حل غير كده انا عارف انه طماع بيستغل لوضعي بس نعمل ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم ان نطاطه ونرضى بالموجود صح والله يسمح عمك وعياله عملينا حاجنا كله عيني محدش عملها قبلك الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني مبرحمهاش وعمري محتاجت لحد تيجي انت تعلم علي كميلك دع الراسي عموهم ومن النهاردة ليحرم علي ازيتك لمدين يعني خلاص لعلك صحاب واخوات وحبايب وقال لي هتخضر انا بفهم في الاصول وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان مزقوق علي مين اللي زقت الواد زين زين ومين اللي زيت زين ده واد اسمه ابو لغم ابو لغم وزين بقولك ايه سيبك من ابو لغم وسيبك من زين قول لالعلم ايه اللي حدفك الحد في السودة دي ما تقوليش انا انا ماليش دعوة انا بتاع الصعيد وكانت القضية ست شهور انا افتكرت طمعي وغباوتي ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجة قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب وطلعت الطلعة والتانية وللقاسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا خمس سنين ماندي خلطتك العلم هو اسكتنا له دخل بو حمره كنت ماشي في البلطجة والاشية بومبون ايه اللي خلكت غير الكارير بتاعك النصب ده فلسفة علم شياكة اخلاق دخلت بالحمار خليه يلبس أسبابك من انا معنك ما هو على الشاطر عندك حق انا بوب ما هو على الشاطر يا حسن باشر انا عايز اقولك الحاجة ما تزعلش مني وانه على اي حاجة اللي عملتها في حق الغلط وعلى مادة ايدي اللي عزت اتقاتها دي سماح يا سيدي وانا يا ام احلى واحدة كوكو في الدونيا طب بمناسبة الاعداء العائلية دي مش عايزين تصلحول انا كمان اطفحوا صفحة جديدة معايا ايه في حاجة بس أستاذ العلك اللي اخدها مني في الاول خالص النضارة مش شايف احلى خالص خالص لا عنه عشان خاطر عشان خاطر حسان باشر النضارة انا اكرمك يا رب حبيبتي عشان اوي ايه ده 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 ايه ايه يا عمي في ايه شاف عالفاريط ولا ايه ايه المنتظر نعرفين ان احنا عاديين فيها دي لا 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 خدها أستاذ عمي خد ايه خد ايه البس انا تعبت من جرجرتك طول النهار اكبر مني عليك غابرة الشابلاء يا محمد والله الحنا مش غالاول في سلح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه انا عارف عارف طب عارف احبهولك مين دياب البطاشة الحمد مش شرط يا حساب لا شرط وانا متأكد من اللي بقولهولك ولو تحب أدلك علي يسلمهولك أدلك والله لو كلمك صح دلني عليه في ودي اسم الطاهر المستيح شغال في الإدارة عندنا في البوفي متطوع دلوقت انا كنت زارع وسط البطاشة عشان يجيب لي أخبارهم أول بقول وإزاي بد مهمة زيت أشغال في الإدارة ومحدش يعرف حد عنه لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حال وأول ما القضية خلصت ومهمته خلصت وبعد اللي حصل لي طبعاً محدش يعرف عنه حال والليس أشغال في بوفي الإدارة هتلاقيه متلاقع في البوفي عايز أقبود على دياب دياب واني مالي ومالي اني من ساعة اللي حصل لحسان به واني ماليش أي دعوة بالشغلانة دي سبته يعني يا طب يعني خلاص يا ساعة الباشي أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية عايز أقبود على دياب طب يا باشي يعني إديني شوية وقت وأنا هعيز وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها أنا هتجابني المعلومات أمت؟ قولي يا ربي يا ساعة الباشي أي معلومة عرفها تيجي تقولي على طولة طه أوام ركباش ما تقوم يا دي يا واحدة أنت عمل لنا كوبايتين شغل ماليش نفس اعمل كوباية واحدة يا معفق طاهر إيه وأسد الناس عاوزك تبلغ عمي أني كلمت الناس اللي بره وخلي جاهز نفسه العملية الجديدة وتقوله يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حاول عليه قبل الجديد لأنه شحن هتكون عمصوله ظرف أيام الله أكبر هو ده الكلام خلينا بقى نرجع نشتغل زي الزمان بدل قاعدتنا اللي جايباننا الخسارة ده وعاوزك تتصل على الحكومة وتقولهم على مكانه زمان العملية وتقولهم إنه دياب حيبكى في العملية كمان ولما يسألك عن اسمك وتقولهم فعل خير وتجافل السكة جواب مفهوم والنعمة الشريفة أنا مفاهيم حاجة كيف؟ نبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن بجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر أول هام نخلص من عمي وعي أره محدش زحلنا في الشغل وتاني هام محدش هيطلب تاره من نيني وتالت هام لازم إن الحكومة تعرف إنه دياب تقتل في العملية دي فاهم حاجة مصطي إيوة طبعا تقتل وما تقتل شي يعني نعمل تمثيلية على الحكومة عشان نجفل وصفحة دياب ونشتغله على نظافة والله وجاتلك على التبطاب يا طاهر وبكده تبجرة مثل النقيب محمد علامه وأولاده عظمى عضعت فيه ونفست وعدك لدياب وثبت حصن نييتك في النحيتين وإخلالنا الجاو وأني ودياب ومحدش يقسمنا في لقمة عشنة ترجمة نانسي قنقر 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 دي يعني ايه؟ ايه؟ دي يعني ايه؟ ايه وهو دي ده معرفوش يعملوه لأن الجسس كلها تفهمت وشكلهم كده قريب أوه حيعملولك شهادة وفاة بإذن الله أهلا يا أستاذ حسام الهلالي تفضل تشغل على الصور همضيلي بقى أنك استلمت حاجتك هاضي همضيلك هاد تفتكر هنا أحسن ولا برة أحسن حصول؟ اها كلهم حصل بعضوا يا ابني هنا سجن صغير وبره سجن كبير وده إحنا عايشين صح بره سجن كبير ماشي بقى خلينا نشوفك بقى شوفك في السجن الكبير بقى حصول ان شاء الله السلام يا حبيبي السلام الله السلام لا دفع مش الشغل بس اللي رفضني هماما الدنيا كلها رفضان كل الناس زي ما يكون جارة بابا اول ما ادخل حتة الناس تتفرق من حولي اصحابي ما عارف يا مستغربوا ان الناس دي عرفاني ومعشراني استفاجة اولا كا انهم يعرفوني ولا عشروني اتخالي مهاردة رحت بقى الحبيبي او يعني المفروض انو كان حبيبي قلت اصوده بشغلانا كده تمشي الحال يعني اتخالي يرد علي ايه ايه اللي جابك ايه اللي يختم كلامه بايه امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعطل والله يا ماما كنت باجي داخل علي كان بيوم يوقف ما عليش يا ابني احنا بزمن العجايب البلاو مبيجيش غير من اقرب الارهبين لنا الناس خلاص ما عادش عندها ثقة بحد صالح يا ماما ان انا بقيت عالى على الدنيا عالى على كل الناس حتى عليك انت محمد وشاب مش نادح كلا بقى تصدقى انا ساعات ببص لنفسي في المراهة بحس اني عالى على نفسي بتقولش كده يا حسابة ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني ايه؟ ايه الحقيقة يا ابني ايه الحقيقة يا ابني ده انا مقهور اهلا والله يا ماما مقهور اهلا صبر علي نفسي يا ابني اصبعنا بخير ود الهلال يهمى البيت امه وراه يعيش في بيته بمساكن الزباط جاهز نفسك واستنى مني اشارة عشان لازم انه زرور وزيارك رايي بكم امرك الكبير بيزنك امدي شو يا لوك اني شقة هي دي يا ماما متأكدة يا لولو؟ ايو هي دي في امان ما لها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز اللي يرحمه باله اكتر من ثلاث سنين مش عايش فيها ما فيش مشكلة ما او ممكن يكون بيأجر انا بقى احنا نفضل كل الشقة شو 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 شو؟ ما شاء الله كبرت بقت عروصة هيك يا باللوك كبرت عني يا وحش حبيبتي انا بش وحش انا انا انت خايفة مني وقل ايه ؟ طبعا خايفة دي طفلة وانت طلع لها بالمسدس وبترعبها عايزة تعمل إياه يعني ما تخافش؟ بس يا عمر، ده عمر أخي يا أخي انا بسهل انا يا أستاذ عمر انت و... وصلت امتا؟ من جيتي لحق انا وصلت وما وصلتش بص بقى من لوك مش عايزك تزعلين جدا انا آسف انا كنت متغاز عشان انتو بترعبوا كرة من غيري كنت عايز ألعب معيكو فخرجت زاعت والمسدس ده لعب هاجبليك واحد زيه طلع معي اي رأيك؟ خلاص صوف يا لبل بروسة بقى بتشوق أحلاقا عشان خاطر عينيك يا أحلاقا انتفقنا؟ يا لنت العالية موسيقى كل سنة انت ضايب أسلو كل سنة انت ضايب أحبط موسيقى 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 طهر أهم حاجة نقطع عيشه من المكان بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معاني اعتبروا حصل يا سيد الناس يا مرحب يا حسن باشه يا مرحب ده إيه النور ده؟ دي الشركة نورت بداخلتك عليها اللهي الشركة من وراء بصحابها أنا مش بيصدق نفسي من الفرح أنا نودي ودي أفرشك الأرض رملة إيه يا وات شغل الفوعلية اللي أنت فيه ده يا وات ما تنزلش كارتي الأسمنت من على كتفك ونت بتسلم عليها عيب كدي نزل ياد رجلك نزل رجلك عيب حسن باه مش محتاج للمحلسة دي حسن باه صاحب مطرح اتفضل يا باشي اتفضل أفرجت على مكتبك الجديد اتفضل اتفضل معاني اتفضل يا حسن باه اتفضل 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 يا حسن باه اتفضل اتفضل ايوة من ايه ها فيه رأيك بقى في مكتبك الجديد لا لا اني عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده قلي دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بنا عيش وملح وقلي لحمك تافي من خيرك وشبنا لك كمان سكرتير اخصوص تقليلة عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي تشرب ايه يا حسن باه لا على حالة طعم تشجر لا ازاي اياكش يا رب بعدم كامل اخويا ديه لنتشارب حاجة خلاص 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 هاتي شايد هاتي شايد بسرعة بسرعة اني عايزك باجا تورينا الهمة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر حديك في ايدك خمس تلاف جنيه ولو حبيت تشتري عربية بالقست او اي حاجة اني رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده اني ممكن كمان افتح لك حساب في البنك وحطيلك فيه المرتب بتاعك والقست يبقى يتخصن منه ها اهقولك ايمان ايه ده حساب ده عربية جديدة ايه رايك مبروك الله يبارك فيك يجبتها بالقست عشان اتراحم بقى من زحمة الموصلات ايه رايك يا ملوك يعني يعني الله وانت الكبتية عشان تقولي يعني ام اللي ما تسوقي هتقولي ايه انا لسه صغيرة وانت عارف كده انا عارف بس انت بس انت مش هتسوقيها لوحدة انا حسوقها معاك ايه رايك اتفقنا اتفقنا المناسبة دي هعملكوا بكري يوم رياضي يعني ايه يوم رياضي يوم رياضي يعني اصلا نحتفل بالعربية الجديدة نخرج نفسح نمشى شوية تعني عشان خاطر ملوك ولا يا ملوك هنيجي طبعا اهو شفت بقى ماشا هتيجي لو ملك وفقت يعني انا موافقة ايه ملك وفقة طب خلاص انا موافقة يعني احتمال ماما تبقى موجودة شاهندة حصان الصغير يعني دعونا اتبسط شوية ياريت طيب اشوفكم الصباح ان شاء الله بإذن الله السبعة على خير مبروك الله بارك فيك الله ينور عليك يا باشي هو ده الشغل ولا بلاشت انت مش عارف فرحتي من ساعة معرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة انا مجاليش نوم ايه السلم وش معنى يعني الشحنة دي منا ياما خلصتلكو شحنات ايه المشكلة في دي يعني فيها ايه دي غريب يعني لا يا باشي اصل الشحنة دي زبدة الزبد زبدة الزبد مش ماه مفاهمك بقول انت لازم ان تفهم ده مين انت خلاص يعني بقيت واحد من هنا مبقيتش اللارين موسيقى الشحنة اللي انت دخلتها بشطرتك دي في اجرى صيني متهربة في لعب اطفال يانهر ابوك اسود بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها بالصين الله ينور عليك هو ديه اصل الشغلانة والباقي كله دمويه ده انا حوديكو في ستين داهية انتو زي تخدونا اشترك في جريمة زي دي؟ جريم دي جريم ديه جريم ديه لا سمح الله هو احنا قتلنا قتيل دي تجارة ده تهريب تهريب انت راس يا طهر انا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت انما انت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله ديه خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرة دي عشان الغلابة دول يرفعوا رصهم قدام ميراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش انت اكيد الجنان انت في دماغك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واحسيبها بالعقل عقل انت خليت فيها عقل انتوا عايزين نخلي في مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسن باه؟ المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكل عاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك يا طهره مسته اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشة بتاع سمان طهره مسته اني بوعيك يا باشة اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها تقدر تقولي خدت ايه من شغلك مع الحكومة غير المرمطة وقلة القيمة واخرة المتامة استغنوا عنك ورموك في السجن عارف ليه يا باشة؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض انما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحة واحدة حق مش عليك انا اللي استغل ضرب الجزمة اني قبلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي اني واطئ بس يكون في عيونك انت مفيش حد حيوظفك ولا حيديلك المرتب اللي اني بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت ثوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة ودول ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب واخليك كبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح حسابتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع أشرف لنبيع كرامة الواحد واطئ واسخ زيك